فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله ابن إياد ابن لقيط عن أبيه عن ليلى امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة أو مواصلة فنهاني عنه بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك وقال إنما يفعل ذلك النصارى صوموا كما أمركم الله وأتموا الصوم كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا وقد رواه أحمد في المسند قال الشيخ الإسلام رحمه الله فعلل النهي عن الوصال بأنه صوم النصارى وهو كما قال صلى الله عليه وسلم ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها نعم كما سبق أنه نهي عن الوصال وهو أن يواصل بين يومين بالصيام ولا يفطر بينهما وأن هذا الصيام النصارى فنحن منهيون عن التشبه بهم قال الشيخ الإسلام رحمه الله معلقا على ذلك ولا يبعد أن يكون هذا من رهبانيتهم التي نهينا عن تشبه بهم فيها في قوله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام ترجمة نانسي قنقر